اشتركوا في القناة بنيس الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه حيث أعرب سموه مع انتهاء الفصل التشريع الخامس عن تقديره وعرفانه للإسهامات الوطنية الخالدة للأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله وقال سموه أنه كان لي ولأعضاء مجلس الوزراء شرفوا إكمال هذا الفصل الزاخر بالعضاء لسموه رحمه الله حيث كان العم والمعلم أضاف سموه أن ما مرنا به من تجربة استثنائية مع تحدي جائحة فيروس كورونا والتي استطعنا بفضل الله عز وجل ثم بتوجهات جلالة الملك المعظم أيده الله والعمل بروح الفريق الواحد من تجاوزها وتداعياتها بأفضل صورة ممكنة وإذ نواصل العمل على تنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي للوصول للأهداف المنشودة التي تشمل كافة القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والإسكان فإننا نتطلع إلى المرحلة المقبلة من خلال ضخي طاقات جديدة في مجلس الوزراء لاستثمار هذه الطاقات وما لديها من أفكار لمواصلة تطوير العمل الحكومي بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن وأعرب سموه عن بالغ شكره وعظيم تنانه واعتزازه بالعمل مع ملاقة العمل الوطني من أصحاب الخبرات والكفاءات الذين تم الاستفادة من تجاربهم وإسهاماتهم الوطنية والذين لهم كل التقدير والاحترام وأشاد سموه بجهودهم وإسهاماتهم المخلصة عبر السنوات فما تم تقديمه من جهود مخلصة أضاءت مسيرة التطور والنماء بفضل الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا ثم ألقى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء كلمة هذا نصها بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشرف بأن أرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا قائد مسيرة النماء والعطاء والتطوير والتقدم في وطننا العزيز بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أصحاب السمو والمعالي والسعاد أعضاء مجلس الوزراء أسماية الشكر والإمتنان للثقة الغالية التي أولان إياها جلالته في خدمة الوطن والذي نسعى جميعا لعزته ورفعة شأنه وأعرب عن اعتزازنا جميعا بالعمل في ظل القيادة الحكيمة لسموكم لمجلس الوزراء وتسير أعماله وتنفيذ برامجه والتي تحققت من خلالها أكبر الإنجازات حيث شهدت البحرين نقلة نوعية في كافة قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة والإسكان وغيرها وحازت التقدير والإعجاب على الصعيدين المحلي والخارجي وبهذه المناسبة فإنه لمن الواجب أن نستذكر بالإكبار والتقدير الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله الذي واكب مسيرة هذا المجلس منذ إنشائه وما تحقق من إنجازات لما فيه خير الوطن والمواطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعى دعواتي للمولى العلي القدير أن يوفق سموكم ويسدد على طريق الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدها أكد المجلس على همية لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله الرعامة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة ودوره في تعزيز العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين مجددا التأكيد على دعم مملكة البحرين لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في ممارسة مهامه واستعادة السلطة الشرعية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن وتلبية تطلعات شعبه الشقيق بعد ذلك أشهد المجلس بالجهود الوطنية لكافة عضاء فريق البحرين في سعيها لتحقيق أهداف الخطط التنموية لمملكة البحرين والتي انعكست على ارتفاع مؤشر البحرين في عدد من التقارير الاقتصادية الدولية مؤكدا على أهمية المواصلة بنفس الوتيرة والعزم للوصول للأهداف التنموية المنشودة للمملكة ثم قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع اتفاق تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو بشأن تطوير إدارة الأعمال والخدمات في مكاتب الملكية الفكرية والذي يهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بما يعزز تطوير الملكية الفكرية في مملكة البحرين مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال سترة خيارات تمويل المشروع الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة بما يسمح باستيعاب الحاجة للوحدات السكنية في منطقة شرق سترة مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن طلب الموافقة على تنفيذ أحد عشر مخططا معتمدا وفق أحكام قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة بمختلف محافظات المملكة بهدف توفير المساحات اللازمة للتنمية العمرانية مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني حول مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة اليابان التي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية لتعزيز النشاط الاستثماري بين البلدين مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية وتشريعية بشأن رد الحكومة على ستة اقتراحات برغبة اقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب بعدها استعرض المجلس الموضوعين تاليين مذكرة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن اعمال دور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي الخامس والذي عكس النتائج الايجابية لتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال العمال الرقابي والتشريعي على مختلف مسارات التنمية مسارات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتي اظهرت الانتهاء من تنفيذ 92% من قرارات مجلس الوزراء المتخذة خلال عام 2021 والنصف الاول من عام 2022 حيث شكر المجلس جهود الوزارات والاجهزة الحكومية واستجابتها للاستراتيجيات والقرارات الداعمة لتعزيز اداء وجودة الخدمة الحكومية ثم اخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية المرفوعة من اصحاب المعالي والسعادة الوزراء بشأن المشاركة في الاجتماع السادس عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعمال الدورة العاشرة بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي والمؤتمر الدولي الثاني رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل بعنوان الماء من أجل التنمية 2018-2028